في الآونة الأخيرة قلت بأن هناك من يتحدث باسم الديمقراطية باسم الحقوق الإنسان باسم السلم فهل يترى حقيقة هؤلاء دعاة سلم أم أنهم دعاة عنف بطريقة مقننة أو أنهم دعاة عنف بطريقة مباشرة هناك ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أنهم دعاة سلم حقيقة وليست لهم أي خلفية تدعو إلى غير هذا السلم وأنهم دعاة ثورات سلمية ولكن هذه الثورات السلمية أيضا تحتاج إلى نوع من الذكاء ونوع من الفطنة حتى لا تتحول إلى مواجهة وعنف الأمر الثاني أنهم يدعون السلم ولكن ما يقومون به هو عمل من أجل العنف هو الدفع نحو العنف أو أنهم من دعاة عنف أنا أعتقد الجزء الثالث لا يمكن أن يحدث أبدا فهؤلاء يعيشون في الغرب ويعيشون في دول غربية لا يمكنهم أبدا أن يدعو إلى العنف وقد كانوا من قبل في التسعينات من دعاة العنف ولكن دعوتهم فشلت والجماعات المسلحة الإرهابية المسلحة التي راهنوا عليها في الجزائر كي تنجح فشلت ولذلك ما راهنوا عليه بالأمس وفشل لا يمكن أن يراهنوا عليه الآن ويفشل فضلا من أن يمكن ملاحقتهم في الغرب بسبب الدعوة إلى العنف لأن هذا الأمر لا يمكن أن يسمح به أبدا لذلك الكثير منهم ليسوا أنهم اختاروا هذه الدعوة من باب أنهم آمنوا بها أو آمنوا بالحل السلمي وأن النضال السلمي والعمل السلمي والمعارضة السلمية لم يؤمنوا بها أبدا إنما أجبرتهم الظروف على تغيير التكتيك ومخادعة الجماهير ومخادعة الشباب والتغرير بهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدفعهم إلى حلبة المواجهة وبعد ذلك يستعملون ويتاجرون بدمائهم في المحافل الدولية والمحافل المختلفة التي تدر عليهم بفوائد كثيرة لذلك لا يعني أن كلام هذا أنه لا يجب العمل من أجل التغيير لا يجب العمل من أجل التغيير ويجب بذل الجهد من أجل إحداث التغيير الحقيقي ولكن من الحسن إلى الأحسن القضاء على كل السلبيات الموجودة ولكن في إطار آر سلمي في إطار تعاوني في إطار لا يدعو إلى المواجهة في إطار تكامل الأدوار بين كل الأطراف الفاعلة ولكن الدعوة إلى التصعيد والدعوة إلى العصيان والدعوة كل هذه تدل على أن النواية خبيثة هي استعمال الشعارات السلمية ومحاولة جر الجيش أو جر الأجهزة الأمنية لمواجهة الناس وعندما تحدث المواجهة يتم دعوة الناس إلى الدفاع عن النفس وكلهم كانوا يتحدثون من قبل أنه الدفاع عن النفس حق وما إلى ذلك